النفط هذا السائل غالي الثمن أحياناً والمنخفض القيمة أحياناً أخرى أثر بشكل كبير على سياسات الدول واقتصادياتها منذ بدء اكتشافه واستخراجه بشكل تجاري في النصف الثاني من القرن التاسع عشر الملاحظ أن النفط والسياسة يؤثر كل منهما بالآخر بشكل أصبحت فيه العلاقة بينهما غير قابلة للانفصام لأن النفط كان عاملاً مساعداً في بناء عدد من البلدان وتنميتها وجعلها قوة لا يستهان بها بالمقابل فإن الأزمات السياسية كان لها وقع كبير على قطاع النفط من خلال تأثر الأسعار وفقاً للمتغيرات التي تشهدها العلاقات بين الدول والحروب والتصعيد والتهديد المتبادل والمخاطر التي تنشأ على إمدادات النفط عبر الأنابيب والناقلات في القرن العشرين تأثرت أسعار النفط بالحربين العالميتين الأولى والثانية وأزمات أخرى كان من بينها تأميم قناة السويس وتأميم النفط بالعراق الذي تحل ذكراه في هذه الأيام والحرب بين البلدان العربية وإسرائيل عام 1973 وثورة الخميني في إيران عام 1979 والحرب العراقية الإيرانية وحرب الخليج عام 1991 واحتلال العراق عام 2003 بعض هذه الأحداث رفعت أسعار النفط إلى مستويات غير مسبوقة وصلت إلى أكثر من 146 دولاراً للبرميل الواحد لكنها أنزلت السعر إلى مستويات تاريخية في مراحل أخرى المفارقة أن الانخفاض الأكبر في سعر النفط الذي حدث قبل أسابيع لم يكن ناجماً عن حرب أو أزمة سياسية بل أن السبب كان مختلفاً هذه المرة وتمثل بوباء كورونا الذي عطل قطاعات الحياة في العالم وساهم في تقليل الطلب على الوقود الكثير من دول العالم أدركت منذ سنوات خطورة الاعتماد على النفط في بناء اقتصادها فلجأت إلى تنويع مصادر الدخل وإيجاد بدائل أخرى لتجنب تداعية أي تأثيرات محتملة للأزمات العالمية ووضع نفسها في مأمن لحماية مواطنيها والأجيال المقبلة ترجمة نانسي قنقر